ما هو الدعاء الذي يجمع كل الخير في الدنيا والآخرة؟ الدعاء الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام جمل الدعاء وجوامع الدعاء اليوم سنتأمل هذا الدعاء العظيم نحفظه معاً ونتدبر معانيه ونتذوق حلاوة هذا الكنز النبوي العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة والله إن هذا النبي الكريم ترك كنوزاً لا تقدر بثمن كنوز الدنيا تفنى مليارات الدنيا تتركها وراءك ولكن هذا الدعاء هو كنز بين يديك الآن يعينك على الدنيا يجلب لك الرزق والخير يصرف عنك الشر والهم والغم يعجل لك الخير ويصرف عنك مكرى الناس ويصرف عنك شر ما تكره ما هو هذا الدعاء؟ هذا الدعاء علمه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها وأخبرها أن هذا الدعاء هو جمل الدعاء وجوامع الدعاء يعني يجمل ويجمع كل الخير الذي تريده يعني يختصر كل ما تريد في هذا الدعاء انظر أخي الحبيب سنتأمل هذا الدعاء فقر فقر اللهم إني أسألك من الخير كله هناك كثير من الخير أنا لا أعلمه فإذا حددت حاجتي اللهم أرزقني هذا المال أو وفقني في هذه التجارة فأنا ضيقت على نفسي كثيرا هنا هذا الدعاء يفتح لك آفاق أبواب اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله يعني إذا كان هناك شيء عاجل عجله يا رب إذا كان هناك رزق عجل فيه إذا كان هناك ولد صالح سيأتي معجل فيه إذا كان هناك زوجة ستقر عيني بها عجل هذا الخير إذا كان هناك شفاء عجله يا رب وإذا كان هناك خير آجل أيضا فاكتبه لي وأعني على أن أصبر حتى ألقى هذا الخير إذن اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجلي طيب هناك كثير من أنواع الخير لا أعلمها وكلكم يصادفوا هذا كل واحد منا له قصة لم يكن يتوقع أن يكون في هذا المكان لم يكن يتوقع أن يأتيه هذا الرزق لم يكن يتوقع أن يكون في هذا الموضع فهنا أنت تفوض العلم لله وتقول ما علمت منه وما لم أعلم يعني إذا كان هناك خير أنا لا أعلمه عجله يا رب لاحظت أخي الحبيب هنا عمق النظرة النبوية الشاملة نظرة النبي شاملة للخير كله لا تقتصر على يعني قد يكون هناك خير في حفظ القرآن أنا الآن لا أنوي أن أحفظ القرآن وليس في بالي هذا الأمر ربما يأتيني ظرف أحفظ فيه القرآن بسهولة وأنا لم أطلب من الله أن يرزقني حفظ القرآن لأن لدي مشاغل ولدي هموم وليس لدي وقت ولكن الله يعلم أن هذا الخير مهم بالنسبة لك يحقق مصلحتك في الدنيا والآخرة فيعجل لك حفظ القرآن أو أي خير آخر إذن احفظ أخي الحبيب اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم عبارة سهلة نكرر اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أسألك أول شيء تسأل الخير ثم تتعوذ بالله من الشر نريد الخير أولا ثم نريد أن يصرف الله الشر عنه اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم إذن هذه حفظناها سهلة سألت الله كل أنواع الخير العاجل يعجله والآجل يصبرني عليه حتى أجده وما علمت منه وما لم أعلم حتى الخير الذي لا أعلمه يا رب ولا يخطر ببالي عجله لي وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل إذن الخير أولا ثم الجنة انظر معي أخي الحبيب كيف كانت نظرة النبي اليوم أحدنا يدعو ليلة نهارا من أجل متاع الدنيا وفاشل زائل ندعو الله من أجل أن يرزقنا مثلا بيتا طيب هذا البيت سيزول وستدمر الأرض كاملة كل من عليها فان وسأذهب وحيدا للقاء ربي فإذن أنا يجب أن أترك الخيار لله يا رب أنت اختر لي البيت المناسب قد يكون هذا الملك العظيم عز وجل الرحيم بك اختار لك بيتا في الجنة فلا تستعجل سلم الأمر لله لذلك سألت الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل أي قول يقربني من الجنة يا رب عني لأقوله والله بعد هذا الدعاء ستجد أن لسانك لن يتكلم بشيء من أمور الدنيا لن تتذوق هذه الدنيا الفانية المليئة بالاكتئاب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدح حياة شاقة حياة مؤلمة مليئة بالمرض بالهم بالنقص بالجوع بالهموم بالمخاوف فيارب أنا أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يعني أي عمل يقربني من الجنة يسره لي يحببني فيه وأي قول يقربني من الجنة ألهمني أن أقوله لحظت أخي الحبيب هذا هو النبي الذي يشككون فيه الذي يتهمونه أنه كان يحب النساء يحب الدنيا يحب الشهرة هل رأيتم ديكتاتور أو فرعون أو مجرم أو جبار من جبابرة الأرض يدعو بمثل هذا الدعاء وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل بالمقابل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل إذن دائما كما قال تعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا رغبة بما عند الله أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل النبي يطبق هذه الآية هنا على فكرة ورهبا رهبة وخوفا من عذاب الله وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل لذلك حتى دعاء النبي موافق للقرآن تعاليم النبي موافق للقرآن النبي لم يأتي ولا بحرف من تلقاء نفسه إن هو إلا وحي يوحى كل ما جاء به مطابق وموافق للقرآن لا يوجد تنقض أيها الأحبة هو شرح للقرآن تبيان لتبين يعني مهمتك أيها النبي أن الله أنزل عليك القرآن وأنزل هذا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النبي يبين لنا هذه الكنوز الرائعة طيب هنا قد يغيب عنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بآلاف الأدعية في حياته ربما لم يصلنا منها إلا القليل يعني الأحادث النبوية التي وصلتنا لم يصلنا كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا جزء منهما أراده الله أن يصل هناك أدعية كان يدعو بها النبي بينه وبين ربه لم يسمعها أحد عندما كان يناجي ربه في الليل ماذا كان يقول نحن نعلم الأدعية المأثورة مئة دعاء مئتين ألف عشرة ألف دعاء ولكن النبي له أدعية بينه وبين ربه لذلك هنا رحمة النبي أنظر إلى الرحمة النبوية أراد لك الخير أراد لك أن يصيبك من الخير كل ما دعا به النبي وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم اختصر عليك آلاف الأدعية التي كان يدعو بها النبي بينه وبين ربه بهذه الثلاث أربع كلمات وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم كل ما تعوذ منه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يا رب أنا أتعوذ بك من شره النبي تعوذ من شر النار من شر الفتن من شر الدجال من شر آلاف الأدعية اختصر لك بهذه الكلمات القليلة جدا ويختم هنا النبي عليه الصلاة والسلام ختام هذا الدعاء الجامع وما قضيت لي قضاء يعني يا رب كل أمر كتبته لي وكل أمر قضيته فاجعل عاقبته رشدا أرشدني للخير إذا أردت أن أتخذ قرارا في السفر أرشدني للخير رشدا إذا أردت أن أتخذ قرارا في العمل أرشدني للخير أي شيء أختاره يا رب اجعل عاقبته رشدا وما قضيت لي قضاءا فاجعل عاقبته رشدا والله دعاء أنا أرى أنه يجمع لك الخير كله ما علمت وما لم تعلم ويجمع لك الخير العاجل والآجل ويجمع لك كل الخير الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام إذن سألنا الله خير ما سأل به النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذنا به من شر ما استعاذ به نبي عليه الصلاة والسلام ما استعاذ منه نبي عليه الصلاة والسلام فإذن هنا أخي الحبيب أنت الآن أمام دعاء ينبغي أن تحفظه ينبغي أن تدعو به مرة كل يوم على الأقل مرة في اليوم أو في العمر مرة يعني ولكن لا تحرم نفسك من هذا الدعاء لا تترك هذا الدعاء يقف عندك حاول أن تعلمه لغيرك أن ترسله لغيرك على الأقل لينتفع به لا تدري من يهدي الله بهذا الدعاء إذن أختم وأقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي قضاء فاجعل عاقبته رشدا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة